وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة سويس كذلك بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية للقناة وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء ورئيس هيئة قناة سويس وفي اجتماع منفصل ضم رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والاتصالات وجه الرئيس بضرورة أن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسيم بالحوكمة كما طلب بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس محمد يحيى زاكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والإجراءات الخاصة بمشروعات وعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها ومنها تطوير المجرى الملاحي للقناة وإعادة تطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة بالإضافة للإجراءات المتبعة حاليا لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة كما تناول الاجتماع استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس بما يضمن زيادة الفرص لاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليا كما وجه سيادته بالاستفادة من الكوادر البشرية الشابة في إحداث التطوير المنشود لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارية والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاجتماع تناول مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بأن يكون الهدف بناء جهاز إداري كفئي يتسم بالحكمة ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدار رضائهم عن الخدمات المقدمة كما يساهم في تحقيق الأهدف التنموية للدولة وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي حتى الآن ومن أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الصناعات الوطنية والقطاعات الانتاجية مع زيادة توفير فرص العمل المنتجة لتعظيم مكتسبات النمو الاقتصادية